يعني أبتدي معاك الحقيقة بالمرحلة اللي وصلنا له ويمكن المرحلة دي مش حصلت دلوقتي بس حصلت وبتدينا نحس بيها في سنين كتير جدا كان منتخب مصر بيبقى مش موفق النادي الأهلي بيقفق في تحقيق بطولات وقاربها يمكن سبع سنوات عجاف ما قدرناش نوصل لهم فيهم للقب الغالي بطولة دوري الأبطال ورغم كده ردود الأفعال ما كانتش بالعنف ده ما كانتش بالحدة دي يمكن من قبل حتى مبارات نهاية دوري أبطال مع الوداد وفي حالة توطر شديدة جدا على الساحة الرياضية وفي حالة تربص كبيرة جدا بالنادي الأهلي في حالة هجوم مستمر على كل ما هو مرتبط بالنادي الأهلي شايف ده إزاي وشايف إيه هي أسباب هي السنين اللي انت بتتكلم عنها دي كانت لازم تؤدي إلى ما يحدث الآن اهتراء إداري في إدارة كرة القدم واكبه على طول أن أنت وانا قلت ده مع حضرك تحديدا يعني ومصر على أقوالي زي ما بيقولوا في التحيئات أنه النموذج الإداري الناجح لابد أن يعصف به مش معقول بقى أنت واجع قلبنا على طول لأنت بتهاتي علشان ظروفك وحشة ولا أنت بتطلب مساعدات ولا عايز تأرد تيجي فوق النادي ترميلك بقى لبس وكسين أمح ومش عارف إيه وبالتالي وشوقات كور كل ده عامل حالة من الزهق والضيق من إدارة الحمراء وتحديدا لما بقى فيه مجلس أقرب ما يكون ليه جمهوره اللي دايما السلوجان بتاعه برضو معرفش ليه بيدخله معاه بتوعدارة المحتوى في حالة تحرش قالوا هو أن جمهوره هو حماة تبديه فيها إيه ثم دعاة بقى أن أنت بتحب لألك تمروطن عاجات كده إيه ما تقدرش تفسرها نزولا بقى برغبة محمومة أن أنت تبقى مع الكاتيجوري اللي موجود ما ينفعش أنت تبقى متفوق شوية لدرجة أن أنت بيتلغي لك من موسم كامل ألفوز بأمم أفريقيا للأندية أنا سميها كده سمحت لي يعني لأنها برضو في الآخر الأندية صحيح لا تمثل بها دو لكنها من مصر يعني في الآخر هي من مصر يعني معلش الأهلي لما بيلعب أو بياخد بطولة أفريقيا هي بطولة بتحسب لمصر أو للكرة المصرية صح ولا؟ لا الرانكي بتحسب للنادي لكن هي تعميقا لأنه من مصر ده اللي أنا بقول لحضرتك ليه؟ لأنه في الآخر فيه تجمع كامل اسمه الكل بقى بيلغي كل الألوان ويذهب نحولون العالم تمام يعني في النهاية في النهاية ده شيء يحسب للكرة المصرية يسري الكرة المصرية يدفع بها دفعا إلى أنك تخوف منافسيك على مستوى بقى الدول أو الأمم وبالتالي ده كلام واضح وصريح فأنت يتلغي لك من الزاكرة الإنسانية أن أنت خدت البطولة بعد عناق شديد ولقوا إيه؟ اتنين وارا بعد والتالتة لعبتها يا للعجب ثم تحتفظ لا تصلت لنهائي البطولة فأنت لعبت التالتة ما خرجتش من مجموعات لا 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 يعني فيه أوقات كتير جدا بتبقى بعض نتائج الفرق المصرية عموما ضعيفة جدا ولا تحدث مثل نفس ردة الفعل لا دي مجرد مشاركات يعني خليها على الله زي ما بيقول أنت طلعت في الترتيب الجدول تروح مع التانيين لكن أنا بكلمك على أنه الأهل اللي يلعب إلا النهائي فبالتالي من ستة لعب خمسة ومش عايزين نستفيد في دي كتير لأن دي مش محتاجة شرح وبالتالي التالتة لعبتها اللي هو نهائيها يعني لعبت وكان مكان وقتها والأهل لا يشكو اللي حصل حصل وخلاص فيلغي لك كل ده ويقول لك يا الله اللي مخدش الكاس هو الكاس بالأهمية دي قوي جنب بطولات زي دي لا والأهم أنك أنت بتحتفظ بالتسعة في العشرة وبتلعب التالتة على التوالي وإذا حدست كانت هتبقى يعني ضربة غير مسبوقة وقد لا يصل لها أحد برضو الحمد لله أنه الأهل يماشي ولعب النهائي ثم تحتفظ باللقب أيضا في برونزية العالم مش بس تاخد المركز التالت تحتفظ يعني رحت بالبرونزية ورجعت بالبرونزية على الأقل المنافسات العربية كلها لصالحك واضحة بمنتال وضوح يعني وبالتالي هنا لازم وحتى يعني بعيدا عن اللقاءات العربية أنت قابلت بطل كونكاكاف المكسيك مونتريت قابلت بالميراس بطل كوبالي برتادوريس تقول في طريقك العالمية هنا أنا أتكلم على فكرة أنت مش بس قابلتهم وتتفوقت عليهم كمان وهنا اديت يعني بعدت رسالة بتقول أنه كرة القدم في مصر بخير وتستطيع أن ترقى إلى منافسة الكرة العالمية هو ده بقى اللي مخلي كل المطابات الصناعية توضع في طريق الأهل لأنه إذا جاءت إدارة مماثلة مماثلة هتلعب مع العالم عن طريق المنتخبات بقى وبالتالي طب أنت بتكشف عوراتنا يعني طب يلا عم منزل بقى فكلام مش مفهوم ده يخدنا ليه تقامل النهاردة مثلا التحكيم يخرج فيديو 11 ثانية بغض النظر فيك ولا مش فيك الإجابات عليه تبقى إيه وأنت فاكر ده فيديو يا أخي رد ورد محترم وحدث أو لم يحدث طريقة النفى ده طريقة النفى أحمد بعد عزنك النفى ده له الدلائل والنفى ده أنا بس بقول عكس النفى إنه حصل بس بيداره إيه الطريقة دي المستفزة دي ويطلع صف تقول لك والله ده ما بيحصلش لو حصل نقطع طب من تقولت قبل كده إذا جاءت تحقيقات وزارة الشباب والرياضة أستاذ جمال علم قالها بقى باللفز هنقطع رقبة أنت عارفيني هنقطع رقبة المخط والمخط يعني يصوله ويقوله ويورينا رقبته كل دقيقة إنها لم تطر بعد يعني وبالتالي أنت في حالة مستفزة أو هناك من يريد استفزازك حسنا يفعل الأهل أنه يعني يهدئ أحيانا لكن بقى إيه خلاص فض الكيل فض الصبر وبالتالي هنا لابد أن تدعم إدارتك كمواطم أهلاوي وتقول إحنا معاها في كل قراراتك طيب أنا عايزا البقى ده